يعني على هذه الحديث النبوي الشريف يعني كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع يعني أن يتحدث بكل ما يسمعه على ضوء هذا الحديث النبوي الشريف كيف ترى خطورة انتشار الشائعة وترديد ما لا نعرفه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد في الحقيقة وحي حضراتكم وفريق الإعداد والجمهور الكريم هذا الموضوع موضوع هام جدا خصوصا في مثل هذه الأوقات اللي يتم تداول كميات هائلة وبيانات ضخمة من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة هي معلومة أو خبر مختلق أو في جزء من الصحة ولكن يروج لتحقيق أهداف وأغراض معينة خطورة الشائعة تكمن أن هي بتيجي في وقت الموضوع بيبقى مهم جدا اللي بيبقى فيه الشائعة وبتستغل عدم انتشار المعلومة الصحيحة وبتستغل ثقافة الناس في الاعتماد على أي معلومة وإحنا أمام سيل من المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي اللي ربما تكون أغلبها مضلل وأغلبها لا يعتمد على الجهات المسؤولة والجهات المعنية عشان كده زي ما حضاك بيّنت أن حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع سيدنا الإمام النووي بيقول أن الإنسان اللي بيحدث بكل ما سمع ده هيحدث بالصدق والكذب لأن كل الإنسان بيسمعه ربما يكون صدق وربما يكون كذب فالإنسان دوره أنه يعمل فرز عملية فرز وتثبت ويحاول يشوف اللي بيسمعه ده صدق أم كذب مش مجرد السماع هو مبرر لأن أنا أتكلم بالكلام مش مجرد أن أنا لقيت بوست منتشر أو لقيت معلومة منشورة أن ده مبرر أن أنا أعمل لها شير أو أعمل لها لايك أو أعمل لها كومنت ربنا سبحانه وتعالى بيصف هؤلاء بيقول إذ تلقوناه بأل سنتكم الطبيعي الإنسان بيسمع بأذنه فربنا بيصف المجموعة دي من الناس اللي هم بينشروا الشائعات بدون تثبت كأنه خذ الكلام بلسانه ما فكرش فيه ده هو مجرد ما سمعه بأذنه سمعه بلسانه فإذ تلقوناه بألسنتكم وتقولون بأفاهيكم ما ليس لكم به علم ربنا بيقول في نهاية الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم فالموضوع ليس مجرد أن أي كلام نشوفه وأي كلام نسمعه وأي كلام يتردد هو كلام صحيح ده المنهج الإسلامي المعتبر هو منهج التثبت صحيح اللي هو كل حاجة نحاول نشوف أيه المعلومة الصحيحة في ذلك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا ده أمر إنه كل إنسان مأمور أن يتثبت فيما يسمع وإلا حنبأ من الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بالمنافقين بالمرجفين في المدينة لهم يثير الفتنة خطورة الشائعة تكمن إن هي أخطر من أي شيء ربما الشائعة هذه تدمر بيتا وربما الشائعة هذه تدمر بلدا وربما الشائعة تساعد في عدم إعطاء الحق لصاحبه تساعد الشائعة في هدم بلد كامل وهدم بيت كامل الشائعة خطرها كبير فالشائعة من أبواب الفتنة وربنا سبحانه وتعالى قال والفتنة شد من القتل طيب كرامي خوف تعمل إيه؟ الواحد علشان تقف الشائعة عنده المفروض يعمل إيه؟ يمتنع عن نشر الكلام يسمعه ويسكت ما يردش أعمل إيه؟ الواحد يعمل إيه عشان ما يبقاش آتر حضرتك قلت تقف عنده في منهج دايما مفروض كلنا ناخده وقفها عندك وقف الشائعة عندك فالمنهج الإسلامي في تعامل مع أي خبر رقم واحد حسن الظن بمثير الخبر أو بمناشر الخبر حسن الظن ما افترضش سوء الظن وابدأ أحمل الكلام ما لا يتحمله فحسن الظن لو لا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا إنه لما نسمع عن فلان الفلاني ولا فلاني ولا المكان الفلاني ولا الجهة الفلانية ولا غيره بلاش نظن ظن سيء ده رقم واحد رقم اثنين نحاول نتيقن ونتثبت مش مجرد ما أشوف خبر لا ده منشور ما هو مش مجرد النشر ده مبرر لإعادة التدوير وإعادة الكلام نتثبت بهل هذا الكلام فعلا صدر من جهة مختصة لما يكون الكلام صدر عن فلان الفلاني أرجع لصفحته أو أرجع لي المتحدث باسمه أو أرجع إلى النطق الرسمي أو هكذا فهو ده التثبت إنه إحنا نحاول نتثبت وده منهج إسلامي بالمناسبة العلوم الإسلامية أو العلوم عامة اعتمدت المنهج ده ما أخذتش أي معلومات جاية من هنا أو من هناك ده إحنا عندنا في الحديث الشريف إذا لم يكن الراوي ثقة وتم التثبت من صدقه ومن عدالته ومن حفظه ومن حاجات كتير جدا لا يوخذ به وحنلاقي كده وإحنا بنقرأ القرآن بتقرأ الآية ديت والضحى لي ما بتقرأش والضحي لي ما بتغيرش لا أصلي فيه تثبت حتى في النطق في الشفتين وده من فضائل المسلم يعني فضيلة يجب أن يتحلى بها هي القدرة على التثبت وتحقق بشكل كبير وإن بعض الظن إثمي كما ذكرت حضرتك طيب عايز بشكل مبسط بعض الناس بيقولوا مثلا لما يعملوا ده أو ينشروا شائعة أنه ما كانش قصدي بالبلد يعني أو أنا كانت نيتي طيبة وهؤلاء الناس يعني عايزين نواجه لهم رسالة لأنه قد يكون بهذه النية الطيبة يهدم بيت أو يدمر دولة حقيقة لأن الشائعة ممكن أن تدمر دول يعني هؤلاء الناس نقول لهم إيه؟ الرسالة اللي يقول لك أنا كنت نيتي طيبة وإني أنا لم أكن أقصد ذلك هنا الشرعيا أو وجهة النظر الشرعية في هؤلاء الناس وأنا عاوذ أوجه رسالة شديدة اللهجة لهؤلاء لأنه مجرد النية الطيبة ليست مبرر لتدوير الأخبار أو لأعدة نشرة لما ربنا سبحانه وتعالى حذر من نشر الأخبار أو الإشاعات وبين أن الإنسان ينبغي أن يتثبت من كل معلومة وأنه لا يقول الخبر بمجرد أنه يسمعه عشان يبين لنا أنه الخبر ده لابد من التثبت منه لأنك حتى لو أذعته أو نقلته بدون ما تتثبت حتى ولو مش متعمد ده حتى ولو مش واخد بالك أنت مسؤول وفي جزاء هنا بتقع لك حقوق أنت مسؤول أنت مسؤول لأنه يترتب على هذا الخبر أمور كتيرة جدا ويترتب على هذه الشائعة ضياء حقوق أو ضياء بلاد أو هدم أسر أو غير ذلك ففيه ضرر مترتب على هذا الفنية الطيبة هنا لا ترفي من المسؤولية وده هنا المنهج الإسلامي ربنا قال ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد فالواحد هيتسئل عن كل شيء حتى يعني زي ما بنقوله كده أقل شيء يعني أنه محدش الناس مش متخيلة أن مجرد اللايك على الوسائل التواصل الاجتماعي أو الشير أو غيره ده عليه مسؤولية أيوة عليه مسؤولية لأنه ربما يسمع واحد أو يشوف واحد الخبر ده فيعرف أنك أنت طالما أنت نشرته خلاص لا ما هو كل إنسان مسؤول عن نفسه سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى طب يعني شيخ ملال خليني أعرف محارتك الشائعة في حد ذاتها الشائعة الفكرة كلها الحرمانية أو الإثم بيكون لو أنا نشرت معلومة مغلوطة ولا معلومة لا أساس لها من الصحة ولا وبتتحدد على حسب خطورة الموضوع ولا في كل الأحوال هو غلط وفي كل الأحوال إن كان فيها جزء من الصحة أو كانت مغلوطة تماما أو لا أساس لها أصلا من الصحة في كل الأحوال ستبقى غلط برضو هي الشائعة بتكون معلومة لا أساس لها من الصحة أو من الواقع فده اسمه كذب ده اسمه كذب صريح والله صحيح و تعالى حذر من الكذب ولدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي يكون المؤمن كذابا قال لا يعني عند الكذب لا مفيش مبرر لكده فالشائعة كبيرها شائعة وصغيرها شائعة يعني هي اسمها شائعة سواء كانت أمر كبير أو أمر صغير أو في تهويل زيادة عن اللازم أو مرتب زائد أو مش مرتب يعني الموضوع أصلا حاجة بسيطة هي اسمها شائعة ويحاسب عليها الإنسان كلمة قالها بدون أن يتثبت أو اصطنع الشائعة احنا عندنا ناس مهنتهم أنه هم مروي الشائعات وناس بقى بتختلق الشائعات دول أصحاب المصالح اللي هو دايما قاعد يحصد الشائعة الفلانية في الأمر ده وعارف أن هي دي هتعمل مشكلة معينة ده بقى بيعمل ايه شخص بلاي؟ بيستنى يشوف الناس مهتمة بايه؟ ويبتدي يقول معلومات مغلوطة في وسط معلومات حقيقية؟ ايوة ولا بيشوف الناس مهتمة بايه؟ ويثيرهم بحاجة تقلقهم فيبقوا عندهم استعداد انهم يصدقوا أي حاجة؟ هو الموضوع شوية فيه مرتبط بحالة الفزع يعني كل أمر يدعو إلى الفزع هو بيركز فيه سواء كمع حاجة موجودة وحيكمل عليها أو حاجة فيها جزء من الصحة وحييحط لها كتير طبعا ده ربنا توعد ده باسم جديد جدا وربنا وصف دول بالمنافقين صحيح ربنا قال لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك به ثم لا يجاورونك فيها ربنا يتكلم لسيدنا النبي في المدينة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا تخيالي لبعدها ملعونين ملعونين أينما ثقفوا يعني حلت عليهم اللعنة في كل مكان فنحذر من الانسياق وراء هؤلاء لأنه بيخدم أجندة معينة بيخدم مصالح معينة وماشي وراء هدف معين والمواطن الغالبان أو الإنسان اللي هو مش مدرك للهدف والغاية من ده لأن دايما الإنسان مأمور بأنه لما يشوف حاجة هو الهدف من ده إيه بلزبط يسأل إيه اللي هيترتب على النشر ده طيب هو نشر ده ليه أصلا السؤال عن المقصد والغاية وإيه الموضوع حيبين كتير جدا من الأمور وده يحتاج لترتيب أو عقل المسلم يعني أولويات عقل المسلم كيف يواجه مثل هذه الشائعات وكأن الشائعة كما ذكرت فضلتك بتفتح أبواب الفتن أبواب الكذب وأبواب النفاق أبواب كلها يعني أنواع من الظلم للنفس بشكل كبير كيف أحصن نفسي كمسلم أمام هذه الشائعات هو رقم واحد أن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر أمرنا بأن إحنا التدبر والتفكر نتفكر في كل شيء فلما نشوف أي معلومة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أي خبر منتشر أن إحنا نعمل عقلنا ما نبقاش ننساق وراء مثير الشائعات ومروجيها بدون أن نفكر في ما يترتب على الموضوع هل هو صحيح أم فاسك وشوف كذا مصدر وأبحث عن أكثر من مصدر ده اسمه التثبت اللي هو إيه أن أشوف أكثر من مصدر وأشوف توريخ الناشر وأشوف وفعلا ألدى ودلأة أحاول التواصل معنا وأقدر تواصل المعادة في نطاق الشائعات الصغيرة فديت نقطة إعمال العقل وإحنا عندنا أكثر من 800 آية في القرآن ربنا أمر فيها بإعمال العقل أفلا يتفكرون أفلا يتدبرون وأغيرها فدام أمر بإعمال العقل في كل شيء ولو إن الإنسان أعمل عقله وفكر في كل معلومة بيشوفها هيقدر يميز دي ممكن أعجب بيها وأعلق عليها وأثني ودي أقدر أعمل لها شير فعلا على صفحتي ودي لأ ما ينفع شيء هنا هنوصل لمنهج عندنا مرض كده وقافة الترند يعني لافة كبرى لك عشان نعمل الترند فلازم كلنا نشير ده عشان أدخل في الترند شايف نفسه المواطن الصحفي المواطن البلوجر المواطن المسؤول عن إعلام الآخرين وبقى فيه كل واحد مش عارفة بقى المفروض يجاهد نفسه إنه يتحكم في شهوة الشهرة دي هو شهوة الترند شهوة الترند دي يقابلها إنه مسؤول عن كل كلمة مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى لما سيدنا النبي قال لسيدنا معاذ ما سأل وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا من حصائد السنتهم يعني الكلام العادي ده هو ده اللي هنتحسب عليه أي وهو ده اللي هنتحسب عليه فهو الإنسان بيفكر آه شهر اعمل ترند مشاهدات أكتر وهكذا طيب هو الكلام صحيح ولا لا الخطر المترتب على كلامك ربما حد يطلع يضرب حد وحد يقتل حد وحد يضر حد وحد يعمل جريمة بناء على المعلومة اللي حضرتك أثرتها تب أنت أخذت الشهرة وديت غرض دنياوي زائل وترتب أو فيه ميزان سيئاتك أمام الله سبحانه وتعالى دي إيه بقى سيئة جريمة زي ما عندنا الحسن الجريمة أي طبعا أي طبعا ما هو أصلا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيام ومن سن سن سيئة اللي حط بقى حاجة كده سبتة عما تعمل بروبوغان دا دايما وكمية ما هو له عليه وزرها ووزر من عامل بها إلى يوم القيام فهي نصيحة لكل حد مش بيفكر في كلامه خب بالك أنت مسؤول قدام ربنا سبحانه وتعالى هتروح تلاقي ده كل موجود وربنا سبحانه وتعالى يتوعد الناس اللي بتحاول تعيش الدور ده أو بتعيشه منه مش واخده بالها أو بتحب بس أو بتحب بس ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا صحيح والآخرة صحيح ده يعني بمشكلة كبيرة جدا يعني هو فعلا بعض كلام المرء يهلكه نعم الكلام هلاك في بعض الأحيان ممكن أن يهلك الإنسان ويهلك بيته وبلده بشكل مباشر الكلمة أمانة إذا خرجت فلا يستطيع أن يرجع الإنسان من رؤوس